اشتركوا في القناة رؤية تقبيل الميت من الرؤية المهمة جدا اللي لازم نقف عندها ونعرف ايه السبب فيها ولازم نعرف تفسيرها بالتفصيل لانها رؤية مهمة جدا وفيه ناس بتقلق من رؤية الميت عموما في المنام لان منتشر بعض الاقوال ان رؤية الميت تبشر بقدوم الموت للشخص اللي بيشوفها والكلام ده مش صحيح رؤية الميت كلها خير باذن الله تعالى الرؤية الوحيدة فيها اللي هي مش كويسة ان الميت يغضك معاه كله بعد كده شيء كويس بالنسبة للي هيشوف الرؤية دي قبل ما نخش في تفاصيل الفيديو ما تنسوش تعمله لايك واشتراك في القناة وان شاء الله لو حد عنده حلم وحب يفصره يكتب تعليق اسفل الفيديو وان شاء الله هل رود عليه في اسرع وقت ممكن نيجي في الاول كده لرؤية تقبيل الميت في المنام وردتنا رؤية من اخت قالت ان زوج اختها رأته في المنام ودخل عليهم هم هي والعائلة واخذ يسلم عليهم واحدة تلو الاخرى ويقبلهم ولكن جي عن الشخص اللي شاف الرؤية ده او الشخص اللي شافت الرؤية قال لها انت وحشتيني كتير وقبلها زيه فطبعا الشخص اللي شاف الرؤية دي قلقت كتير وموضوع يعني عمل لها وان في احد الاشخاص فصر لها الحلم ان ده موت لها وهذه السيدة زوجة وام لخمس ابناء فمن خلال هذا الفيديو اوجه لها رسالة واقول لها ان رؤية الميت كلها خير وبركة الا اذا اخذك معه غير ذلك لا تخافي ولا تقلقي وتقبيل الميت يدل على الرزق الوفير وعلى الاطمئنان والسعادة ولو كان عندك مشاكل او ضيق في العيش فهي تدل على زوال المشكلات والهموم وان ان شاء الله الايام القادمة هيبقى في فرج وهيبقى في يسر قريب باذن الله تعالى ده بالنسبة لتقبيل الميت في المنام بالنسبة لسلام الميت على الحي في المنام ان يجي الميت ويسلم على اهله في المنام والميت كان لابس لبس كويس سواء لبس ابيض او لبس اخضر لبس الابيض بيدل على انه في سعادة في الاخرة والله اعلى واعلم به واللبس الاخضر ايضا يدل على سعادة وطمأنينة للشخص الميت واذا سلم عليكم فربما تدل هذه الرؤية على ان الميت يرضى عن هؤلاء الاشخاص لانهم يقومون بقراءة القرآن او التصديق عليه يعني لما بتشوف ميت في المنام بيسلم عليك اعرف ان الميت ده هو راضي عنك وراضي عن افعالك سواء مثلا في معاملتك مع اخواتك في معاملتك مع امك مع ابوك مع زوجتك لان الميت بيبقى عنده معرفة بالاشياء اللي بتدور في المجتمع وبالنسبة لو شفت الميت بيجي لك في المنام وبيتكلم معاك عن شيء معين الشيء اللي بيتكلم عنك فيه ده ركز فيه كويس هتلاقي نفسك يا امه مقصر في هذا الشيء وعندك تقصير من ناحيته فهو انظار لك ان انت عندك مشكلة مثلا مع اختك مع اخوك وهو بيوصيك على اخواتك وانت في الحقيقة ظالم اخواتك في ورس في مال فطبعا رؤية الميت انه هو يوصيك بموضوع زي كده فده بيدل على ان انت مقصر في الشيء ده طيب لو الميت جه وشاور على حاجة معينة يعني اشاور عليك من غير ما يتكلم في الحالة دي نتعرف على هيئة الميت نفسه وهو بيشاور ممكن يشاور ليك وهو مبتسم فبتدل الرؤية دي على ان في خير قادم ليك لو انت شاب مش متزوج فهو خير قادم ليك ولو انت فتاة عزباء فهو زواج قادم ليك ولو انت عندك مشاكل او عندك ضيق في العيش او عندك ضيق في الرزق فهو رزق ليك طالما ان الميت مبتسم لك في الحالة طب لو الميت زعلان يبق انت السبب في زعله او انت السبب في زعل الشخص الميت ده بافعالك مع قريبك مع اشخاص هم بالنسبة للميت ده حاجة كبيرة يعني ممكن الميت يكون متوفي وعنده اولاد وانت اخو الميت فبيجي لك ويشاور لك على اساس ان انت جسرت مع اولاده اللي هم اولاد المتوفدة وانت مثلا ظلمهم في حق او واخد منهم بعض الاموات او هم اطفال صغيرين وانت مش مهتم بيه فالميت بيبقى في الرؤية حزين وزعلان بالنسبة لرؤية الميت في المنام وهو بيطلب منك طلب وانت معرفتش ايه هو الطلب اللي طلبه الميت ده يعني قال بعض الكلام انت قمت من النوم مش فاكر الكلام ده ومش فاكر ايه اللي حصل بينك وبينه انا شفت الميت بس مش عارف ايه اللي حصل بينه وبينه الرؤية دي من خلالها هتعرف كده على طول ان الميت محتاج منك مساعدة ايه هي المساعدة دي هتدي له فلوس لأ طبعا هتدعيله هتخرج صدقة عنه باسم هتعمل حاجة ينتفع بيها الميت ده كده ان الميت حالته عند ربنا والله اعلى واعلم به محتاج لدعاك محتاج انه يبقى فيه صدقة تخفف عنه اللي هو فيه فلما بتشوف الميت في المنام كلمك وانت مش فاكر او طلب منك طلب وانت مش فاكر ايه على طول كده تاني يوم تخرج صدقة باسم ولو انت شخص مقدر وتقدر تعمل له سبيل يعمل له اي شيء تبرع له بفلوس في مسجد تبرع له بفلوس في مدرسة في مستشفى اي عمل يبقى مستمر وينتفع به هذا الميت ولو الميت ادك هدية في المنام فدي من اكبر الرؤى اللي تفرح بيها واللي تبعص الاتمنان وان فيه خير قادم ليك وان فيه رزق كتير جدا قادم ليك بإذن الله ولو عندك امنية غالية وشفت الميت ادك هدية في المنام اوداك شيء في المنام فابشر بتحقيقها ان شاء الله تعالى شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته